المشاعر الإيجابية والسلبية في إطارها الفقرة النفسية الأسبوعية اللي عودناك عليها واليوم موجود معنا سيدي حنان خميس زعبي اقتصاصية نفسية تطورية سعد صباحك صباح النور أهلا وسهلا فيك كل عام وحضرتك بخير وأنت بألف خير يعني أنا بفهم عفاف إحنا اليوم متحدين العاصف في كوني وصلت هيك وزي ما قالها محمود درويش ولأن العاصفة وعدتني بنبيذ وبأنخاب جديدة وبأقواس قزح أهلا وسهلا فيك معنا في الستوديو وحنان أيضا حضرتك عودوا في الهيئة الإدارية لرابطة الأخصائيين نفسيين العرب في الداخل الفلسطيني وبدون شك عم بتقوموا هيك في عمل مبارك وأيضا عم بتكونوا منبر توعوي في كل ما يخص نشاطك في هذا الموضوع اليوم إحنا كمان بدنا نرفع هيك سقف التوعية فيما يخص موضوع الأمومي وبداية حضرتك قمت بأبحاث في هذا المجال ونتحدث عن مصطلح مفارقة الأمومي يريد لو نحكي عن اهتمامك في هذا المجال وماذا نعني بمفارقة الأمومي هو هذا الموضوع من السنوات أصبح محور أساسي في عمل العلاجي وفي رؤية العلاجية لما بحكي على مفارقة الأمومي هذا البرادوكس هو محاولة لإنصاف الأمومي محاولة لإنصافها لأنه أنا أعتقد أنه في كتير أفكار خاطئة حول هذا المفهوم ففيه في الأمومي قوة وفيه في الأمومي هشاشي قوتها بالإتيان بالحياة هذا فعلا قوة والهشاشي أمام هذا الخوف هذا الخوف من المسئولية عن حياة الآخر لما أم بتقول لي 2 كيلو إيش بدأ أعمل فيهن؟ فيهن حياة وبدأ أحافظ عليها بطلع عليهم إيش بدأ أعمل أنا فيهن هدولة 2 كيلو أو 3 كيلو فعمليا إذا منأخذ هيك بعض النماذج الحياتي منأخذ عيد الأم عيد الأم بوصف الأمومي بمثاليتها وبتجلياتها المثالية والتضحية والعطاء إذا منأخذ الجانب من الدعايات دعايات نيدو أو تامبرج أو صحيح أي منتج منشوف هناك رومانسية وفايد من الحب والحنان وهذا بترك الصورة معينة عن الأمومي بينما بدأ أخذ نماذج أخرى اللي سمعتها واللي شفتها من صديقات من الغرفة العلاجية الأم اللي بتنسى ابنها بالسيارة الأم اللي ممكن أنه تهجر أولادها الأم اللي ممكن أنه تلحق كل نهار ابنها بالزوادة عشان ما أخج زوادي والقلق هذا حول الأكل الأم اللي يمكن صعب هذا إسر اللي بدي أقوله بس الأم اللي من خلال شغلي مع أولاد مع احتياجات خاصة أنا بحكي على 27 سنة خبرة اللي كانت تتمنى أنه ابنها يسبقها إلى الموت لأنه مش قادرة تتحمل أكتر هذه المعاناة وفي خوف على شو رح يصير مع بعدين أو حتى إذا بكبر قدام عينيها لوين بعد هي ممكن تتحمل أكتر هذه الصعوبات ففي لهون وفي لهون الأموم هي مش فقط عطاء ومش فقط تضحي ومش فقط احتفاء بالحياة وبالفرح ومن هذا المحل أنا هيك كنت بشوف حقيقة في لما بيجو الأهل لشكوة معينة تبدو لأول واحدة إنها عادية بنتي أو ابني برجع زوادي كيف هي من الروضة أو من البستان ابني عنده نشاط مفرط ابني عنده خوف للوهل الأولى بتنسى معك أنها قضايا عادية بس لما نتعمق فيها أكتر منشوف أنه وراء سلوك الولد ونشاطه ومخاوفه وتحركاته فيه وعي كامل وهو متأثر من هذا الوعي اللي هو اللا واعي اللي عند الأم اللي هو موجود هناك بمخزون من فترات الحمل من فترات الولادي مخزون من المخاوف من الرغبات من الهواجس من التوقعات اللي هو ينقل ينقل للأولاد من الأم إلى الطفل وبالتالي أنا اليوم بطرح موضوع اللي هو مشحون مركب صحيح فيه مفارقة كتير كبيرة ما بين الأم الإنساني وبين الأم المثالية اللي كلنا بدنا نشوف المثالية وبدنا نغض نظر عن الجانب الآخر ومش عم بحكي بس على مجتمعنا أنا بحكي عالميا على هذه الصورة في كل المجتمع يعني يمكن رغم صعوبة بعض المشاهد اللي وصفتيها حنان ولكن إحنا عم نجيب الموضوع على أرض الواقع وأيضا هيك رح يمكن كتير نسمع نماذج من الغرفة العلاجية من خبرتك على مدار تقريبا 30 عام في هذا المجال لما حكينا عن هاي النقاط بدون شك بخذنا الإشي لفكرة أنه الأم المفروض يمكن هيك بالمعنى المثالي يكون عندها جهوزية ليس فقط جسدية بل أيضا نفسية لكل فكرة الحمل بداية بعد هيك الولادي والاعتناء بهذا الطفل اللي قلنا هيك 2 كيلو عنده احتياجات هو مش بس طفل اللي احتياجاته جدا أساسي بوكل وبنام فيه أمور أعمق وأبعد من هيك عن موضوع الجهوزية النفسية شو ممكن تحدينا؟ هو بالضبط اللي يبدي أبدأ فيه أنه الجهوزية البيولوجية لا تحمي الأمومة لا تحميها لا تحميها من الإخفاق لا تحميها من الأخطاء لا تحميها من كتير أشياء الجهوزية النفسية هي يعني في حتى مصطلح يسمى ولادة الأم مش أنا اللي جاي فيه لهذا المصطلح وإنما طبيب نفسي ومحلل نفسي اسمه دانيل ستيرن وزوجته نادية اللي هني في سنوات 1997 أطلقوا كتاب بهذا العنوان اللي هو يتناول فعلا ما يسمى بـ ماذرهود كنستليشن أو تشكيلة الأمومة اللي هو مبنى خاص مبنى خاص مبنى نفسي اللي يعني بشكل هوي جديد عند الأم واللي فيه تنتقل من أنثى لإمرأة لأم وهذا انتقال هو غير مسبوق هذه تجربة غير مسبوقة بالنسبة لأي أم وهنا هو لما بحكي بحكي حقيقة على قديش ما في تجارب سابقة بحكي عن طبعا من وين النماذج السابقة للأم أتت بس هوي هنا هني بذكره على أساس العديد من المشاهدات والمقابلات اللي عملوها مع الأمهات بالضبط ما بعد الولادة وفي فترات الحمل وشو كانت الأمهات تقول وشو ردات فعلهن وكأنه في هالكينستليشن أو هادي التشكيلة أو هذا المبنى النفس الخاص في عنصرين أساسيات وفي محورين وفي قضيتين اللي هني بوخدوا الأم وبشغلوها بشكل أساسي هي سلامة الطفل والمحافظة عليها وهنا لما بحكي سلامة الطفل تعالي نأخذ نبوذج كتير كتير بسيط على إيش يعني خوف في هذا المحل يعني شو معنى أنه الأم أول ما تخلف الأم تقوم وتفحص ابنها كذا مرة في الليل إذا بتنفس ولا بتنفس هذا هاجس بصير عند الأمهات حديثات الولادة هذا ما بينييمش قضية إذا حليبي بكفي ولا بكفيش عم بشبعه ولا لا عم بفيده ولا ما بفيده بزيد وزنه ولا ما بزيد هذا خوف وهذا خوف كتير كبير والقضية الثانية هي بناء العلاقة هل أنا بنجح حقيقة أني أبني علاقة فالأدى بتكون الأم فخورة لما بتنجح أنه الطعمي وتغذي وفعلا تعيش هذا الآخر هذا الإنسان والجانب الآخر كمان هي بتكون فخورة لما بتنجح أنها تعمل علاقة بس كيف لما بيكونش هذا كيف لما بيصيرش هذا شو بيصير معاها قداش بتحس بالخوف بالارتباك بالخجل بالذنب بالذنب بالحرج واللي بيصير حقيقة وأنا واحدة من هدول الأمهات أنا واحدة منهن اللي أخصي نفسي أنجبت بجيل 27 سنة كان بدي أبين بس صورة أنه يعني آه أنا كل شي حلو وناجح وبيجنن وأخفيت مخاوفي أخفيت خوفي أخفيت ربما بعض الأزمات النفسية اللي يعني تعرضت إلها في هذا الموقف وهي هذا المحل اللي إحنا من خبه لأنه المجتمع لا يقبل المجتمع لا يقبل لا يقبل هذا المكان وفيه كتير يعني أفكار نمطية سائدة اللي هي غير منصفة المجتمع والبيئة القريب لا تقبل هذا المكان وكتير متوقع وكأنه حنان من الأم أن تكون مثالية رغم أنه في بعض الباحثين اللي يعني تحدثوا عن هذا الموضوع ويمكن رح يعني الوقت كي يسمح لنا نتطرق ليش كمان من ناحية نفسية مش مطلوب من الأم أن تكون مثالية لحتى يكون فيه تطور سليم كنت نتطرق كمان للمصطلح اللي ذكروا وينيكوت عن الجود إناف ماذر ولكن بداية ذكرتي موضوع المجتمع نحكي شو دور المجتمع والمحيط القريب في هذا الموضوع وشوي صححي لنا الأفكار النمطية المخطوقة أو الخاطئة عفوا اللي الأم حديثت بذلك كانت أول تجربة أمومي قديش في عندها تعامل بالفطرة يعني هذا هي مش أخصائية نفسية ممكن مش دارسة علم نفس وفعلا تتعامل مع الأمور بالفطرة هو يعني الموضوع اللي جدا أنا بشدني جمالا في كل المشروع العلاجي ما قبل العلاج هو الوقائي والتفقيفي وفعلا نقل الأمومي من أمومي بالفطرة لأمومي بالوعي والإدراك من الأم المثالية للأم الإنساني اللي تتواصل مع ذاتها إحنا منحب الأسطورة إحنا منحب الأسطورة ومنتمسك فيها أمين معلوف تحدث عن الأسطورة وغيره طبعا بس هو اللي حالين هيكي اسمه بحضرني وفراس السواح وإلى آخره كيف هاش ينتبق عن أمومي؟ بالضبط هذا هو كيف ينتبق؟ هو ينتبق هو يتجلى بعيد الأم هو يتجلى بشخص مريم العذراء هو يتجلى بعدة نماذج حتى لفنانين لمن بوصفوا هذا المحل المكان اللي بيولد اللي بيضحي اللي هو يتماهى تماما وكأنه ما في إنسان وراء هذا ما في شخص الإنسان وراء هذه الأم وإنما في فقط هذا المكان فقط هذا الإلهي اللي ينجي بالحياة ويضحي ولا يتعامل مع الجوانب الأخرى وكأنه الفكرة أنه ما مننظر للجانب الإنساني أنه هناك زي ما أنا افتتحت الفقرة احتياجات جسدية عاطفية نفسية أيضا للأم يعني أنا باعتقاد الأنثى هي شيء رائع مركب جدا وممكن إنها تكون الأنثى إنساني موهوبة مبدعة وحقيقة بتكون بعدة وظائف وإذا كانت أم ممكن تكون مربية وتهتم بشؤون المنزل وبالشؤون الاجتماعية وبالعلاقات وتكون مهنية وفنانة ومثقفة وإلى أخرى بس غير ناجحة في مشروع الأمومي كمان يعني ما منعطي حق إنه للخيار إذا أنا بدي أكون أم أو بديش أكون أم صح؟ صحيح ما نعطيش هذا الخيار حتى كمان ما في دموقراطية في الموضوع صحيح فإذا مننطلع على فعلا شو هي الأفكار الخاطئة حول هذا واحدة منها هي فعلا توجه المجتمع ومطلب من المجتمع أي أولا أنه الأم من الطبيعي جهوزية البيولوجية هي تعطي جهوزية نفسية للأمومي وأنه يعني هذا طبيعي وهذا عادي وكل الكائنات الحية تتكافر صحيح وإفهديات بتخلف من إيش عاملين منها قصة صحيح وبالذات إذا بننجيب هكذا الأمور أكتر عينية على أرض الواقع كتير بنسمع إذا منكون في مجالس معينة ثنائي تزوج حديثا وأنت بتكون تجيب ولاد ممكن الصبي تقول أنا مش جاهزة فيكون في استغراب بأي معنى وكانهم نعطي شرعية للجهوزية المعنوية والنفسية صحيح صحيح هذا واحد كمان في تفكير خاطئ إنه إذا حتى بيكون في أي مشاكل زوجية إنه جيبه ولد تتحسن مع إنه يعني مع إنه ولادة ولادي مشروع بحد ذاته وهو بده فعلا جهوزية وبده استعداد وبده استعداد نفسي لهذا واقتصادي من جميع جوانا فالولد هو في الحل هو بالعكس إذا أجع على مشاكل فهذا ممكن بس يفاقم يعني الموجود فهي كمان واحدة من الأفكار الخاطئة في ليش كيف نجيب الأولاد وكمان موضوع زي ما قلنا اللي هو يعني طبيعي وعادي إنه ييجي وما منشوف جوانب أخرى إنه لا هذا بخوف لا هذا فيه ومسئولي فعمليا هذا إيش بعمل؟ شو بتعمل هاي الأفكار؟ وشو بتعمل الديعايات؟ يعني كتير أمهات كان يوصلوني اللي مش هيك يا شوفنا مش هيك إمي قالت أنا بدي بس هيكي أخد بعض الاختلاف في ردات في الأمهات أكي مهم جدا نسمع أم بتقول الحمل وصفولي يا وصفولي الصبر سهل جميل بسيط مش معقد الأولاد بكبروا بسرعة بتحس الإشي متعة يعني الواحدة بتصير تشتهي يكون عندها أولاد واحدة قالت صعب خدوه عني لما خلفت إموه عن صدري ابعدوه عني بدي شي يا كنت كتير موجوعة وما بدي أشوفه الولادة كانت صعبة واحدة أخرى بتقول لما خلفت صرت زي المجنوني وقفت بحالي ما بدي الدكتور يقرب علي صار عندي خوف من الولادة وهذا الإشي ضل براسي في الولادات اللي فيما بعد كمان نموذج بتقدس طلعت منه حياة نص كبير تبين فيما بعد إنو نصين يعني إنسان بدو كل نهارتا يتبع من هنا إيش في ورهاد؟ إيش في ورهاد؟ وهي بتلاحق الولد خمس سنين وكل نهار مشغولي بالتليفون مع الحاضنة وفيما بعد مع مربية البستان أكل ما أكل إيش؟ ليش أكل؟ ليش ما أكل إيش؟ فكل الوقت هي في الصراع وخوف ما بتعمل إشي في البيت فيه هاجس صحيح وسواسي يتبين إنو لمن أنجبت وهي كانت ولادتها الأولى هذا كان ابنها البكر بس مش بالضرورة هذا فقط يصير مع الابن البكر عشان يكون واضحين أو مع الولادة الأولى ممكن يكون مرافق لكل ولادي مرافق لكل ولادي بس تحديدا لأنه هي أول تجربة فهي بتكون الأصعب عادة عادة مش دايما فاللي صار إنه هي الأم هنا لما خلفت كان فعلا وزن صغير ما كانش في عندها حليب فإحنا قدام إذا بنرجع لولادة الأم والمعضل الأولى والمحور الأساسي هو الحفاظ على حياة صحيح يعني إحنا محكي عن حياة وموت هذا الخوف بيضل جوا ومرافق كل العمر مش بصدفة الأم بتحب تلم على الأكل صحيح مش بصدفة جزء من عطائها هو التغذية مش بصدفة إنه كل الوقت مش بنقول ريحة الأم بتلم مش بصدفة بيضل الافتخار هذا في الطعام والافتخار في إنه قدمت وإنه أكله وإنه حبوه مش بصدفة الأولاد كمان إذا بدهني يعني يقاهروا نوعا ما إنه لا مش زاكل أكل لا ما حبي نهوش لا مش طيب الأم هديك بتطبق أطيب وإم صاحبة أزكى وإلى آخرين فشوفي قداش هو بيبين بسيط ومتكرر قداش بالعمق يخفي خوف صحيح جدا شديد وحنان بمجرد ذكرنا لهاي التفاصيل وشكرا كمان على الاقتباسات هيك اللي جبتيها اللي أكتر تفوتنا على المشهد الحقيقي رغم جمال وروعة هذا الإحساس بحسب يعني ما بنسمع هيك تصريحات من الأمهات ولكن شرعي نعطي هيك يمكن نحيز لهذه الصعوبات لهذه التخوفات لهذا الهاجس اللي برافق كل أم ومهم جدا قبل الختام يعني نسمع منك نصائح الحبة أنك تقدميها للأمهات أيضا لدور الزوج وأيضا للمحيط القريب اللي يمكن كمان هنا مرجعيات الأم في مجتمعياتنا الشرقية بتكون أمها الجدي صديقتها اللي ولدت قبلها قدش هالشي سليم أو صحيح وينت برأيك المفروض نتوجه لا اختصاصي اللي يعطينا الإرشاد يمكن وكل الموضوع الوقائي اللي حكيتي عنه مش المفروض يكون فيه اضطراب معين ولا نوصل لمرحلة الاكتئاب ما بعد الولادي لحتى نتوجه لأخصائي نفسي ولن هي حالة طبيعية لما بنحكي احنا على هالقد مسؤولية كبيرة من الطبيعي أنه تكون فيه هاد المشاعر مشاعر الخوف والقلق والاكتئاب الخفيف وهذه مرحلة اللي مفروض إنها تكون مرحلة طبيعية وعادية وما بسميها مرحلة مرضية هذا مش بس أنا بقوله قالوا كل اللي سبقوني وكل اللي رحي يجو من بعدي لما قلت الزوج أنا شوية كتبسمت في هذا الموضوع لحظت نعم دي أفهم شو وراء هاي الابتسام شو وراء هذي الابتسامي بتعرفي مرات كتير إنه محسن وبيساعدها وكأنه بش أساسي وكأنه مساعد بتعرفي وكأنه دعم المعروفية دعم المعروفية فأنا دمعني يعني هذا بشدني إني أتبسم خاصة إنه يعني بمجتمعنا في هذا المطلب من الأم إن الأنفى إنها تكون في كل هذا الدور لوعدها حتى أسد الغابة بتعرفي إنه الأنفى هي اللي بتركض وتعمل كل إشي وبالآخر هو الزئير ما بخفف من هذا الدور بتاتا وإنما برأيي إنه دور الأب حقيقة اللي هو كمان يولد هو من رجل يولد فيه الأب أفكر إنه دوره هو كمان مية بالمية مئة بالمئة الأم هي مئة بالمئة والأب هو مئة بالمئة عشان ما نقول مين عليه خمسين ومين الخمسين وكل أحد فيه إله دوره في هذا الموضوع طبعاً تفاهمه ومساندته هذا يعني هيكي حاس إنه بحكي إش يعني زائد وإنما ومفهوم ضمنا بس الأمومة حقيقة هي اللي مش مفهومة ضمنا ولا يعني ولا فاهمها يعني هيكي سهل وطبيعي وإنما المشاركة والمساندة والمساعدي أنا بعتقد إنها بات يعني واضح إنه مهم جداً إنه يكون وجود مش كمساعد وإنما كأساسي كأساسي في هذا للأم للإنساني بقول تخجليش تخفيش اتواصلي مع ذاتك لأنه اللي بيصير إنه لما القيم المجتمعية بتسلخ الإنساني عن مشاعرها وبتقول للأم أنت مفروض فقط تحتفي بالحياة وفقط تفرحي وتضحي وتعطي وهذا هو الجانب الوحيد اللي إحنا منسلط الضوء عليه وما منشوف الجوانب الأخرى اللي هي الخوف والارتباك والخجل والإلى آخر فكل إن بتصير تفكر إنه غلط أكيد أنا أكيد فيه إشي غلط فمش راح أحكي عن هذا وبالتالي إخفاء هذا المكان بيروح لكبته وإنكاره بيروح للواعي وبالتالي بتصير تتصرف بغضبه وهي مش فاهمة من وين هذا بيجي ويعني عمليا إذا هي ما تواصلت مع ذاتها حقيقة كيف هي ممكن تتواصل مع الآخر اللي هو هذا الطفل اللي بحاجة لصدق ومحبة صادقة واستجابات سليمي فقد الشيء لا يعطيه فقد الشيء لا يعطيه صحيح فأولا بحاجة إنه هي تكون مع ذاتها متواصلة أنا طبعا ما بطلب هذا أنه كل واحدة تبذل جهد لذاتها إحنا بنحكي عنوين شو معنى التواصل مع الذات شو معنى تكون حقيقية هذا مش مفهوم ضمن هذا بدو الشغل وأنا بفكر أنه نطلع على الأم إنها إنساني بحاجة مش مفهومي إنها تقدر تعطي كل هذا بدون ما يكون فيه بالأول تواصل مع ذاتها والولاد بحلوش المشاكل هاي نقطة جوهري هاي بسوء أن خصصة فقرة بحد ذاتها لأنه فعلا هني مش يعني عذرا على التشبيه آلي لحتى نحل فيها مشاكل زوجية أو أسرية وأنا في النهاية يعني بس هيكي بقول يعني بعبر عن كل محبتي وتقديري وهيكي يعني خشوعي أمام هذا أمام هذا الدور أمام عظمة هذا الدور المركب نعم واللي فعلا اليوم جربنا إنا نفتح قدش هو شائك قدش هو مركب قدش هو مشحون والأم هي مش بس اللي تظهر بعيد الأم ونعرف هذا مني صحيح ألف شكر لحضورك معنا ولهاي هيك الفقرة القيم اللي فيها عن جد سلطنا الضوء بموضوعية وبشفافية كبيرة وفيه يمكن جرأة كمان كان بهذا الطريح أكيد رح يكون في عنا فقرات هيك في الأيام القريبة أيضا لحتى نتحدث عن أبعاد الأمومة أكثر وأكثر ألف شكر لحضورك معنا الإختصاصية نفسية تطورية حنان خميس شكرا لإلك كل عام وأنت بألف خير وإستعد صباح